موسيقى نشرة أخبار السادساتاتكم من مركز أخبار قنوات أبو ظبي والبداية بأبرز العنوين رئيس الدولة يقوم غدا بزيارة إلى روسيا الاتحادية لبحث علاقات الصداقة وعدد من القضايا والتطورات الإقليمية موسيقى بوتين يتعهد برد نقاس حال استمرار الهجمات الأوكرانية وكيف تشير إلى هجوم روسي جويا وصاروخي على جميع أنحاء أوكرانيا موسيقى أهلا بكم يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله غدا بزيارة إلى روسيا الاتحادية الصديقة يلتقي خلالها فخامة فلادمير بوتين الرئيس الروسي ويبحث سموه خلال هذه الزيارة مع رئيس فلادمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا وعدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشتراك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ويليام كاتونيفر رئيس جمهورية فيجي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعث برقية تهنئة ممثلة إلى فخامة رئيس ويليام كاتونيفر وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة ممثلة إلى معالي خسايا فوريكي بايني مارا رئيس وزراء جمهورية فيجي أدانت دولة الإمارات وبشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات عسكرية في جاربتسيان بجمهورية جيبوتي ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الدولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأربط الوزارة عن خالص تعزي لحكومة جيبوتي وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريبة النكراء كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين نقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم إن أوكرانيا نفذت أعمالا إرهابية ضد روسيا وتعاهد برد قاسا عليها وأضح بوتين أن انفجار جسر القرم عمل إرهابي مشيرا إلى أن أوكرانيا حاولت أيضا تفجير خطي أنبيب تركي محذرا أوكرانيا من رد قاسا إذا استمر الهجوم على روسيا هذا وأشار رئيس الروسي إلى شني موسكو هاجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية تحدية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع الصباح اليوم قال رئيس الروسي فلادمير بوتين أنه لابد لروسيا من الرد على تفجير جسر القرم مواصفا إياه بالعمل الإرهابي مؤكدا أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية وراء هجوم الجسر جاءت هذه التصريحات خلال اجتماعي مجلس الأمن القومي الروسي اليوم نتابع تتصاعد أعمدة الدخان من شوارع العاصمة كييف للمرة الأولى منذ السادس والعشرين من يونيو الماضي بعد انفجارات خلفت قتلى وجرحة ودفعت الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي لاتهام روسيا بمحاولة محو بلاده عن وجه الأرض تصريح يتناسب مع وصول القصف إلى شارع فلادميرسكي في موقع غير بعيد عن مكتب زيلنسكي بحسب ما أفاد به مسؤول أوكراني يريدون بث الذعر والفوضى يريدون تدمير نظام الطاقة الضربات بواسطة عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية من نوع شاهد استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا ولسيما كيف تأتي هذه الانفجارات بعد أن حمل الرئيس الروسي فلادمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الوقوف وراء الانفجار الذي استهدف السبت جسرا كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم واصفا الحدث بالعمل الإرهابي لا شك في أن هذا عمل إرهابي يهدف إلى تدمير بنية تحتية مدنية مهمة هذا العمل دبرته ونفذته وأمرت به قوات أوكرانية إثر ذلك أصدر الرئيس الروسي مرسوما بتكليف جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية بتنظيم وتنسيق إجراءات حماية عبور النقل عبر مضيق كيرتش وجسر الشبكة الكهربائية بين الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم وخط أنابيب الغاز الرئيسي بين مقاطعة كرانس نودور والقرم تفجير الجسر يشكل ضربة استراتيجية ضد روسيا لأهميته كشريان نقل نوجستي للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا بالإضافة إلى البعد الرمزي له في عملية الربط بين روسيا وجزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 وعلى الرغم من عدم اعتراف كييف بالمسؤولية عن تنفيذ استهداف جسر كيرتش إلا أن اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي برئاسة فلاديمير بوتين يحدد الرد الروسي وسط مؤشرات بمزيد من التصعيد ليقابله تواعد من وزارة الدفاع الأوكرانية بالانتقام ردا على الضربات الصاروخية الروسية المكثفة في السياق متصل قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالغوني إن روسيا شنت هجوما جويا وصاروخيا عبر أراضي أوكرانيا وذكر المسؤول الأوكراني أن روسيا أطلقت 83 صاروخا باتجاه مناطق عدة في أوكرانيا مشيرا إلى أن الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ قامت بتحييد 52 صاروخا منها إلى ذلك قتل عشرة أشخاص على الأقل وجرح نحو 60 آخرين في الضربات الكثيفة حسب ما أعلنت الشرطة الأوكرانية ولفت رئيس بلدية كييف إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة 51 في العاصمة الأوكرانية دون تسني التحقق من صحة الأرقام وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شاميغال من جهته إن أحد عشرة منشأة مهمة تضررت صباح اليوم في العاصمة كييف هذا وألغت كييف تحذيرا من وقوع غارة جوية بعد أكثر من خمس ساعات ونصف الساعة من إطلاقه فيما غادر الأوكرانيون ملاجئ الطوارئ كما عادت الحركة المرورية للشوارع مرة أخرى في ذات السياق صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها أصابت جميع الأهداف المحددة في الهجوم الصاروخي المكثف على الجيش الأوكراني وعلى البنية تحتيال لاتصالات والطاقة صباح اليوم وقال الكريملين أن تفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بعملية عسكرية خاصة أكد أمينو عام حلف شمال الأطلسي يانس سالتنبرغ اليوم أن الحلف يدين ما وصفه بالهجمات المروعة والعشوائية التي تشنها روسيا على مشاءة مدنية في أوكرانيا مشددا على أنه سيواصل دعمه للشعب الأوكراني كما أعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن قلقه البالغ حيال الضربات الروسية متعهدا بمزيدا من الدعم العسكري لكييف بينما أدانت إيطاليا كذلك أدانت الهجمات الصاروخية التي استهدفت كييف ومدن أخرى في البلاد قالت وزيرة الدفاع الألمانية أن ألمانيا ستسلم أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جويا من طراز A-R-A-S-T إلى أوكرانيا في غضون أيام وعلنت برلين أن قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولدمر زيلنسكي سيجرون محادثات طارئة غدا لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لزيلنسكي أكد تضامن ألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى مع بلاده كما ستبذل ألمانيا كل ما في وسعها لحشد مزيدا من الدعم نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليلة كوريا الشمالية تعلن إجراء محاكاة نووية تكتيكية وجارتها تدعو الاستعداد للتعامل مع الوضع الأمني الخطير بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا بكم الجديد وقبل أن نواصل النشر نذكر بأبرز العنوين رئيس الدولة يقوم غدا بزيارة إلى روسيا الاتحادية لبحث علاقات الصداقة وعدد من القضايا والتطورات الإقليمية وبوتين يتعهد برد قاس حال استمرار الهجمات الأوكرانية وكييف تشير إلى هجوم روسيا جويا وصاروخيا على كل أوكرانيا أكد الرئيس العراقي برهن صالح اليوم ضرورة إنهاء دوامة الأزمات السياسية في البلاد وتأسيس لحكم رشيد يكون أساسه ومنتهى مصلحة الوطن والمواطنين يأتي ذلك خلال اجتماع اليوم مع مثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس لبحث التطورات السياسية عام كامل مضى والعراق يعيش أزمته السياسية ذاتها على أمل تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة ولكن ما تزال الأحزاب السياسية منقسمة حول تولي زمام السلطة في البلاد على الرغم من المفاوضات فيما بينها إلا أن أطراف الأزمة فشرت في التواصل إلى اتفاق على انتخاب تشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس للجمهورية وإزاء هذا الوضع جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعوته للأحزاب والقوى السياسية للاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبناء لحل الأزمة السياسية والدفع بحلول وطنية شاملة تعزز الديمقراطية وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار في العراق وبعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اكتوبر من العام المنصر متسمت بالنزاهة والمهنية حينها بشهادة الأمم المتحدة دعت اليوم البعثة الأممية في العراق يونامي جميع الساسة إلى الانخراط في حوار دون شرط مسبقة والاتفاق على السعي نحو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة لإيجاد مخرج لأزمة طال أمدها وقد تنذر بمزيد من عدم الاستقرار لحظة مفصلية قد يعيشها العراق اليوم تضعه أمام مفترق طرق إما العودة إلى الوراء بنزاعات داخلية والصفافات أو الانطلاق بإرادة موحدة تستوعب التحديات الجسيمة وتلبي احتياجات المواطنين قالت بيونج يانج اليوم أن تجاربها الصاروخية التي نفذتها مؤخرا تحاكي قصف كوريا الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية حسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية على خلفية ذلك أكد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أهمية الإدراك التام للوضع الأمني الخطير في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا محاكاة لضربات نووية تكتيكية خلال الأسبوعين الماضيين أجرتها كوريا الشمالية بإشراف الزعيم كيم جونج أون شخصيا ردا على التهديد العسكري الذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفائها يمثلونه أعلان بيونج يانج عن تفاصيل تجاربها يأتي في وقت تتزايد فيه تحذيرات سيول وواشنطن من تجربة نووية حقيقية قريبا محاكاة لحرب حقيقية هكذا وصفت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية التي نفذتها بيونج يانج موضحة أن التدريبات تضمنت محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية على متن صاروخ جرى إطلاقه من صومعا في شمال غرب البلاد في الخامس والعشرين من سبتمبر وقد نظمت وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية تدريبات عسكرية من الخامس والعشرين من سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر الجاري بهدف اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد وشملت الاختبارات الأخرى محاكاة لتحييد مطارات في كوريا الجنوبية وضرب مراكز القيادة الرئيسية والموانئ الرئيسية للأعداء وفق التوصيف الذي أوردته وكالة الأنباء الكورية الشمالية وأطلق نظام بيونج يانج سبعة سواريخ باليستية خلال الأسبوعين الماضيين حيث حلق أحد هذه المقذوفات فوق اليابان في الرابع من أكتوبر وكان اختبارا لنوع جديد من السواريخ الباليستية المتوسطة المدى أرض أرض وقد قطع هذا الساروخ 4500 كيلو متر قبل أن يسقط في المحيط الهادي وهي أطول مسافة قطع حتى الآن مقذوف كوريا الشمالية أثناء الاختبار بحسب الخبراء كوريا الشمالية التي أجرت عددا قياسيا من التجارب الباليستية منذ بداية العام تبنت عقيدة جديدة في سبتمبر تؤكد أن وضعها بصفتها قوة نووية لا رجعة عنها وضع يراقبه جيران بيونج يانج وحلفاؤهم بقلق من تجربة نووية ستكون الأولى من نوعها منذ خمس سنوات في شأن آخر وقعت الجزائر وفرنسا مساء أمس 11 اتفاقية في العديد من المجالات وذلك في ختام عقاد دورة الخامسة للجنة الحكومية رفعة المستوى الجزائرية الفرنسية برئاسة مشتركة للوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن وأكد الوزير الأول الجزائري أن الطرفين سيعملان في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجات هذه الدورة على أرض الواقع تنفيذا لتوجيهة رئيسي البلدين وعمالا لبنود إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا تعهدت رئيسة تايوان تاي إنجوين اليوم بتعزيز القدرات القتالية لبلادها في الوقت الذي قالت فيه للصين إن المواجهة المسلحة بين بكين وتايبي ليست خيارا وقالت تاي في خطاب بمناسبة العيد الوطني إن الجزيرة ستتولى مسؤولية الدفاع عن نفسها معتبرة أن المواجهة المسلحة ليست على الإطلاق خيارا لكين الطرفين وأوضحت أن تايوان تكثف الإنتاج الضخم للصواريخ الدقيقة والسفن البحرية عالية الأداء علاوة على العمل للحصول على أسلحة ذات قدرة عالية ضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس إلى نشر قوات مصلحة في هايتي وسط تدهور أمني كبير في الدولة الكاريبية وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان له إن المسؤولة الأممية حثى المجتمع الدولي على الوضع في الاعتبار على وجه السرعة الطلبة من حكومة هايتي بنشر فوريا لقوة مسلحة دولية هذا وشهدت هايتي تدهورا أمنيا متصاعدا خاصة بعد سيطرة العصابات على مرافق ذات أهمية استراتيجية نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد أدنوك للحفر تحصل على عقد بقيمة 5 مليارات و620 مليون درهم لتوسعة عملية أدنوك البحرية أهم إنجازات العالم في الذكاء الاصطناعي الروبوت صوفي أو الروبوت يحمل الجنسية السعودية الحياة على كواكب أخرى ناسا تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن حياة على كواكب أخرى تتمكن الأجهزة التي يرسلونها والمعروفة باسم روفرز من استكشاف تضاريس المريخ بتفاصيل ودقة أكبر السيارات ذاتية القيادة وهي جيل من السيارات التي تقود نفسها بدون سائق وصلنا الآن مشاهدين إلى محطتنا الاقتصادية مع الزميل مكتوم محمد أهلا بك مكتوم وإليك في آخر أخبار الاقتصاد شكرا أروى مشاهدين فاصل ونتابع الفقرة القصادية في السنس أهلا بكم أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك عن ترسية عقد بقيمة 5 مليارات و620 مليون درهم على أدنك للحفر لتوسيع عمليات أدنك في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة الساعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضتها لانبعاثات ويشمل نطاق العقد البالغ مدته عامين توفير 12 حفار ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة كما يهدف إلى الاستفادة من قدرات أدنك للحفر في تقديم خدمات حفر متكاملة لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر قال خبراء ومتعاملون عقاريون لصحيفة الاتحاد إن إيجارات الاستوديوهات السكنية والشقق الصغيرة المؤلفة من غرفة واحدة ارتفعت في معظم مناطق أبوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي فيما تباينت إيجارات الشقق الكبيرة ذات الثلاث والأربع غرف ما بين الاستقرار والانخفاض الطفيف مرجعين ذلك إلى نقص المعروض منها الأسيما بالمشاريع الجديدة بمناطق التملك الحر مثل جزيرة ياس والريم وشاطئ الراحة مقارنة بالطلب المرتفع مضحين أنه من ناحية أخرى فإن المناطق القديمة وسط أبوظبي تشهد حالة من استقرار الإيجارات أو التراجع الطفيف في كافة الوحدات سواء الصغيرة أو الكبيرة الآن مشاهدين استعراض لإغلاق أسواق المال الإماراتية في جلسة بداية الأسبوع حيث أغلق المؤشران على تراجع تراجع بـ 17% في سوق أبوظبي والمؤشر المغلق عند مستوى 9830 نقطة مؤشر سوق أبوظبي متراجع بـ 1% والإغلاق عند مستوى 3339 نقطة من نسبة لأحجام وقيم تداول في سوق العاصمة أو أبوظبي الأحجام فاقت الـ 296 مليون سهم بقيمة تجاوزة المليار و338 مليون درهم أما في سوق دبي فقد كان حجم التداول عند أكثر من 286 مليون سهم بقيمة تجاوزة الـ 287 مليون درهم ومن أخبار السوق وافق مساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي ديواء المدرجة في سوق دبي المالي على توصية مجلسة الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 مليارات و100 مليون درهم بواقع 6 درهم و20 فلسل للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2022 وسيتم دفعها لحملة الأسهم المستحقين في أكتوبر 2022 انطلقت اليوم فعاليات جاي تيكس جلوبا 2022 في مركز دبي تجاري العالمي بمشاركة 5000 شركة عارضة موزعة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية تبلغ 2 أو مليوني قدم مربع بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي وتشكل الدورة الثانية والأربعين من جاي تيكس النسخة الأكثر تأثيرا في تاريخ الحدث كونها تغطي سبعة موضوعات تكنولوجية متنوعة عبر مجالات الميتافيرس ومستقبل الانترنت المركزي والاقتصاد الرقمي العالمي المستدام ويعكس الحدث السنوي الذي يستمر خمسة أيام بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر يعكس حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين واستراتيجية دبي الميتافيرس ومبادرة نيكس جينف دي التي ترتقي بالدولة إلى صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي شيميا المديرة التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال هواوي انتربرايز شرق الأوسط إن مشاركتهم في جاي تيكس جلوبل 2022 هذا العام هي الأكبر وأنهم يعرضون أحدث التقنيات في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات إحنا ربعا بنعرض أكبر التقنيات وأحدث التقنيات اللي موجودة حاليا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حالك عارف إحنا تقريبا أكبر شركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سنة اللي فاتت عملنا حوالي 100 مليار دولار استثمرنا أكثر من 22 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير ودي حاجة أساسية في استراتيجية هواوي إحنا بنستثمر بشدة في مجال الأبحاث والتطوير عشان نجيب تكنولوجيا جديدة ونجيب حلول جديدة نقدر نساعد بها المجتمع والصناعات المختلفة وده اللي احنا بنعرضه في مرة جاي تكس إذن ختام المحطة الاختصادية شكرا على المتابعة الآن عودة للزميلة أروى أحمد شكرا لك يا مكتوم على هذه الجولة الاقتصادية مشاهدين شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة نلتقي دوما بأمان الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة